الحال يحكي عن نفسه في قرية كودسل الواقعة شرق محافظة لحج حيث الصيف يضرب الماطقة فلا شاء يساهم في التخفيف من حرارة التقصي سواء الكثبان الرملية الشاسعة والأعمدة الخشبية التي بالكاد تقيهم حرارة الشمس نهيك عن عدم وجود أي مصدر دخل ثابت لنحو 26 أسر تساعدهم في تسليل حياتهم الأمر الذي فاقم من وضعهم وزاد من معاناتهم اليومية في هذه الماطقة نحن نحتاج إلى كرهبه لمساعده بباحة لا لدينا أي رواتب بدون أي رواتب عايشين على الشغل اليومي والآن أنا معها قلع عندي أي أقدر لأي أشتغل نصاب لهم في المقامة الجنوبية واصطابنا أنا وابن خالق كنا جازعين في الخط وقرح بنا لكم ولحد الآن لدينا أي حاجة مبادرتك البنيان الشبابية التطوعية جاءت من الحالة الصعبة التي تعيش معاناة هذه الأسر التي تنفذ مشاريعها لأول مرة في الحج حيث تساهم في التخفيف من أعباء المواطنين من أبناء المنطقة وأيضا النازحين تم استهداف هذه المنطقة بالذات أن أكثر فقراً مقاررتاً بقية المناطق وأكثر احتياجاً من طبيعة المنطقة أصلاً وعراً وعايشين على رعي الأقناع ابتتحت المبادرة متجر متواضعاً أسمته مور الخير يهدف إلى منح نحو مئاتين أسرة فقيرة في عدد من قرى المحافظة ملابس العيد بعد زيارة الأسر المحل واختيار ما يناسبها من الملابس لترسموا بذلك البسمة على وجوه الأطفال نحن بدأنا هذا المشروع خيري من طوع أنفسنا لكي نستهدف الأسر الفقيرة ونزرع البسمة على وجوه الأطفال الميزة كالبنيان بشكل عام الموجودة في عشر محافظات من ضمنهم حضرموت وصنعاء وتعز ميزته أن يعطي حرية للأسر الفقيرة والمحتاجة يعطي لهم حرية في الانتقاء الملابس حسب رغبتهم وحسب مقاساتهم هذه ميزة كالبنيان بشكل عام تبدو الحياة صعبة هنا في ظل غياب الخدمة العامة وضرورية للسكان والتي عزلت هذه القرى عن المدل القريبة منها لتعيش فقط مع المعاناة هنا في قرية مدرية صبر بمحافظة الحج مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة الحج